الحقيقة احنا تبعنا حالة الطفلة اريج واللي كلمتنا فيها معالي الوزيرة نبيلة مكرم بالامس واللي نجحت من خلالها الوزيرة بناء على حديث تم بينها وبين زملنا الكاتب الصحفي العزيز الاستاذ محمد الجرحي لما ابلغها بحالة طفلة في السعودية حالة الصحية متدهورة للغاية فكان قرار الوزيرة سريعا بنقل هذه الطفلة الطفلة اريج الى القاهرة بطائرة خاصة وادخالها الى مستشفى الحسين الجامعي لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها النهاردة نجحنا ان احنا نوصل لوالد اريج ولندخل مستشفى الحسين الجامعي في لقاء خاص لنا مع والدها ومع الاطباء اللي بيعالجوها ومع مدير مستشفى الحسين والمناسبة يعني مهم ان احنا نواجه التحية للاطباء المتميزين ولمستشفى الحسين الجامعي وهي مستشفى تابعة لجامعة الازهر الشريف هذه المستشفى تقدم الكثير من الخدمات بشكل كبير جدا هتشوفوا والد اريج وهو بتكلم عن تطورات حالة بنته وليه وصلت لهذه الحالة دعواتنا جميعا لأريج بالشفاء العاجل باذن الله سعيدة ان اريج وصلت لوطنها عشان تاخد حقها كمواطنة مصرية في العلاج هنتابع التفاصيل مع زميلتي العزيزة دالي علي سيادة الوزيرة عايز اعرف من حضرتك الخطوات اللي حضرتك اتخذتها للاهتمام بحالة الطفلة اريج دي عندها 16 سنة وهما في السعودية اهلها العيلة بسيطة البنت حصل لها حالة اغماء بعد لما تعاشت بالليل ودخلت تنام وصلت اريج مصر وهي دلوقتي في مستشفى الحسين الجامعي انا زرتها النهاردة وزرت الاسرة طبعا هي بازالت في غيبوبة تمة بكرة ان شاء الله بيعملولها عملية علشان عايزين يدخلولها طبعا يعني حاجة تقولها لان هي طبعا حتى مش قادرة تبلع انما طبعا بنت الحقيقة لو شفتيها يا أستاذ راشا حاجة طبعا تقطع القلب انما الحمد لله قدرنا نكبها مصر اريج عندها 16 سنة ما بتشتكيش من اي حاجة خالص اللي حصل طبعا حصل فجأة جت اريج بعد يوم سبعة تسعة طبعا نزلت بعض الاولاد عشان يدخلوا نكملوا المدرسة في مصر وفضلت اريج معايا في تانية سنوهية فدخلت اتعشت ودخلت نعم تصبح على خير ابا تصبح على خير حبابتي بعد كان انا عندي نزلاج غضروفي فدخلت اخد العلاج من عندها من الغرفة فلقيتها تقريبا شبه مفيش نفس يعني شلناها وطلعنا جاري على المستشفى فدخلت يعملوا لها انقاذ اللي هو اعادة تشغيل للقلب فقعدوا 40 ديئة تقريبا يعملوا اعادة تشغيل للقلب طبعا كل التكهنات بتاعت الدكاترة عندها حاجة في القلب يعملوا ايكو يلاقوه مزبوط عندها حاجة سكر يعملوا تحليل يلاقوه مزبوط عند كل التحليل مزبوطة كل الايكو مزبوط طبعا لقوا ان فيه حاجة في المخ يعني نقص الاكسجين في المخ عمل تلف بعض خلال المخ فيه جلطة في المخ بس ضبعا بعد ما عملوا غانين تاني يوم لما تكلمت مع الاساس محمد الجرحي والسيدة وزيرة الحجرة والجنسية ما كملناش يومين تواصلت مع السفير وتواصلت مع وزير الدفاع السعودي واحنا تواصلنا مع المستشفى الحسين هنا كتر خيرهم يعني وقابلوا الحالة وطلعوا جوابات والسيد وزير الصحة برضو يعني العالم هنا كلها بصراحة واقفة معنا هي حالة قريج حالة رعاية مركزة نتيجة لهبوط حد في الدورة الدموية قدى لتوقف حضرة القلب وبعد شوية فقدت الوعي طبعا بسبب التوقف ده نتيجة نقص الاكسجين طولت الفترة اللي قعدت فيها في المملكة العربية السعودية طبعا لما حصل الاتفاق المبدئي على نقل الحالة من الرياض للقاهرة حصل تواصل بينهم وبين الحكومة السعودية والحكومة السعودية مشكورة زي ما حضراتكم عارفين توجهت بنقل المريضة عن طريق طيارة خاصة لحد ما وصلت القاهرة كنا احنا عاملين استعدادنا اللي هو في الغالب الاستعداد اللي بيبقى لكل حالة من حالة الرعاية المركزة الى الان هي المشكلة ان احنا درجة الوعي لسه مش كويسة قوي طبعا دي لها خطوط معينة في التقييم الطبي وطريقة التعامل معاها شافوها الناس هنا أساد تبعية المركزة وعلى رسوله الدكتور سعيد فايد رئيس الاسم طلبوا شوية حاجات معينة بتتعامل الحاجات دي مع الأدوية اللي هي بنسميها أدوية سبورتف أو أدوية دعيمة عشان ان شاء الله يرجع الوعي اللي نصد مقبولة بإذن الله أي أب يشوف بنته في حالة غيبوبة لمدة 32 يوم ما بتتحركش بتبكي مفتح عينة هو ما بتشوفش ببص في سأل وخايفة وبتعيط يديها طبعا علاق طبيعي أنا اللي بعمله كل يوم المستشفى بتعمل مراتين في اليوم وانا بعمل مراتين فطبعا كان وضع صعب جدا يعني ان الوحيد ينتظر لحد ما قضاء ربنا يحصل وهو الوحيد وفي مكان غريب بعد الشهر طبعا يعني ربنا يوم بسلامة ولكن أملي في ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا ما يكسفنيش يا رب يلطف بهذا الأب وأكيد والدتها اللي لم تسمح حالتها بالتصوير معاها دعواتنا جميعا المخلصة لأريش بي الشفاء العاجل بإذن الله الشكر كل الشكر للزميل عزيز الأستاذ محمد الجرحي الصحفي المتميز الشكر كل الشكر للوزيرة الفاضلة السيدة نبيلة مكرم التي اتخذت القرار سريعا الشكر كل الشكر لإخوانا في المملكة العربية السعودية والسفير السعودي في القاهرة السيد القطان اللي صارع جميعا وتحركوا بسرعة جدا علشان ننقل أريش سريعا عندي ثقة في ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله ثم في كفاءة الأطباء اللي موجودين في مستشفى الحسين إن إن شاء الله أريش تعود إلى الحياة مرة أخرى خلوني أروح مع حضراتكم